أخبار كتير حصلت إمبارح منها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأهم بزيارة لمدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح وتفقد الأراضي البديلة المخصصة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل في منطقة شمس الحكمة كمان إمبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع دكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الخطة الدولية أو الخطة التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص في الاجتماع اللي تم عقده بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديد دخلنا نشوف دلوقتي مزيد من التفاصيل في هذا التقرير أخبار كتير حصلت إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمب زيارة لمدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح ورحب رئيس الوزراء بعدد من الشيوخ والعواقل اللي تواجدوا لدى وصوله مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي بهدف الوقوف على سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين في ضوء التزام الحكومة بهذا الصدد وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مدينة رأس الحكمة تحظى بمقاومات مميزة تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام ولذا تولي الدولة اهتمام بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة أيضاً إنبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأراضي البديلة المخصصة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة واستهل الرئيس الوزراء التفقد بزيارة المنطقة المخططة لأهالي قبيلتي السنقرة والزعيرات اللي أصبحت جاهزة لتسليمها للأهالي المستحقين كما استمع أيضاً إلى شرح مفصل من وزير الإسكان حول موقف تسليم الأراضي للمستحقين بمنطقة شمس الحكمة في ضوء توجيهات الحكومة بتخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضي بديلة وسرعة تسليمها للأسر المستحقة وجه رئيس الوزراء بأن تكون كامل العقود اللي هيتم تسليمها للأهالي مسجلة ومخصصة بالإسم لكل مالك منهم كمان إنبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور راني المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الخطة التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص في اجتماع عقد بمدينة العالمين الجديدة في مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري العام في ظل ما تتبنات دولة مصرية من تحديد سأف محدد للاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كمان أعلنت الحكومة المصرية نشر الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين منخفض الكربون في إطار جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون وتكريس الاستدامة البيئية وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعثات الكربون بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ انبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة وقطاع السياحة استهل مدبولي الاجتماع بتأكيد أهمية المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية زي الصناعة والزراعة فضلاً عن المبادرة الموجهة لقطاع السياحة وده في ظل استهداف الحكومة دعم هذه القطاعات الحيوية واللي بيأتي في إطار رؤية مصر 2030 أيضاً اللي بتستهدف النهوض بعدد من القطاعات الاستراتيجية التي من شأنها أن تقود لاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار التعاون بين القوات المسلحة ومختلف الوزرات والمؤسسات بالدولة لتنمية الوعي الثقافي والعلمي لدى المجتمع المصري نظامت إدارة الشؤون المعنوية لقاء مع الآئمة والوعاظ المدنيين العاملين والمنتدبين بالقوات المسلحة بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بالدور الفعال للآئمة والوعاظ المدنيين العاملين والمنتدبين بالقوات المسلحة في نشر الوعي وتنمية الوازع الديني وتحصين الفرد المقاتل ضد كافة الأفكار الهدامة باعتبار الركيز الأساسي التي تعتمد عليها القوات المسلحة في تنفيذ مهمها لحماية الأمن القومي المصري أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية في توجيه ضربتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإدرار بالمجتمع والأمن القومي المصري وبتواصل قوات حرس الحدود جهدها المكثفة ليلاً ونهاراً في تأمين حدود الدولة البرية والساحلية بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة اشتركوا في القناة